الإقاعي في مصر ووصوله للأولمبياد والاتحاد الدولي بيشيد بالإنجاز اللي حصل في مصر الإنجاز ده حصل على الصالة الشبابية بمدينة شارم الشيخ لسا كان بطولة أفريقية وتأهل نجمنا من هذه الدورة إلى الأولمبياد في الجنباز الإقاعي اتحاد الدولي نشر تقرير موسع عن الطفرة اللي حصلة في الجنباز في مصر وتأهل منتخبنا بقية المدربة الروسية ناتاليا ديمتروفا لنهايات الدورة الأولمبية الجنباز المصري تحت قياد الدكتور إيهاب أمين على الرموقع الرسمي المركز السابع المركز السابع في التصنيف قدامنا هو قدامنا على المركز السابع في التصنيف كويس سابقا سابقين دول كتير جدا جدا أمريكا الصين أسبانيا النرويج زي ما احنا شايفين قدامنا والترتيب قدامنا هو أزربيجان برتغال ألمانيا روسيا اليابان بيلا روسيا مصر عشان ما حد يش يقوله احنا بيقوله غلط ده الموقع الرسمي لالاتحاد الدولي للجنباز ويشيد به الإنجاز بيتكملها مع الجنباز تكملها مع الجنباز برضو ما شاء الله اتحاد الدولي للجنباز بيختار اتنين محكمين في نهايات عشرين عشرين اتنين محكمين في عشرين عشرين بيختار الدكتور محمد علي عبد الحليم الحكم الدولي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجنباز اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجنباز ده الدكتور محمد علي وهيحكم في الرجال وكمان دكتورة نهاية زايد دكتورة نهاية زايد الحكم الدولي وهي كمان نائب رئيس اللجنة الفنية للجنباز الفني بالاتحاد الافريقي للجنباز انسات هتحكم انسات اكيد اتأهلنا ابطال وتأهلنا كمان حكام ده اكيد شيء مشرف وشيء حاجة جميلة زي ما احنا شايفين قدامنا دكتور ايهاب امين متصور مع الكابتن الدكتور محمد علي ودكتورة نهاد زايد اكيد دي نشارة في دينا واكيد دي حاجة مهمة جدا جدا وحاجات ان شاء الله باذن الله الازمة تعدي قريب باذن الله اتحاد المصري التايكوندو دكتور عمر سليم رئيس الاتحاد بيدرس اقامة معسكر للتايكوندو بيدرس اقامة معسكر بس خلي بالكم الكلام مهم جدا دكتور عمر سليم هو عايز معسكر عشان يأهل او يمرر الولمبياد وده شيء مهم جدا جدا هو كان فضل معسكر لكن قال ان لازم نحاول نعمل ده بيدرس الفكرة خلي بالكم بيدرس الفكرة عشان ما نقولش كلام غير والفكرة قيد الدراسة ومش هنقدم مش هيروح لأي خطوة الا بعد توجيهات من وزارة الرياضة وكمان وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ده شيء مهم جدا ان الرياضة مرتبطة بالدولة فقال انا مش هقدر اعمل حاجة الا بعد مجلس الوزراء تعليمات مجلس الوزراء وكمان تبقى لخطة وزارة الشباب الرياضة وارجوع على النشاط مرة تانية يا رب نتمنى الخير وعودة النشاط مرة تانية دكتور ياسر ادريس وقف تدريبات السباحة نفس الكلام مشكلة ان هو كلها انا عارف الناس اتقولك ده ما هيوقفت كويس فالمهندس ياسر ادريس عفوا وقف تدريبات السباحة برضو وقال ان تدريبات معلقة كلها الاخر الشهر وكلم مع كل الابطال وبيتابع كل الابطال في البيوت برنامج بيدور عليهم بيشوف عشان ابطالنا ابطال السباحة ابطال مؤسرين جدا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق زي ما قدامنا في سورة هانيا مور ومثلا علي خلافالله كل نجمنا الكبار واحمد اكرم كل نجمنا بيتابعوهم وطالب وطالبهم رسمي الدكتور المهندس ياسر ادريس طالبهم رسميا ان محدش تحرك من البيت محدش ينزل خايف على ابطاله ودي طبيعة كل الناس بالعكس صحيح فيه امريكا امريكا بقى مسؤولين لاجل الانوبيا لك احنا بحتاجين لعيبة تتمر احنا هنبتدي نزل لعيبة في معسكرات مقفولة ياخدوا لعيبة من بيوتها ينزلوها لغاية المعسكر ومعسكر مقفول ومعقمين كل حاجة وكل الاجهزة الطبية معاهم عشان يقدروا يستعادوا الانوبيات دوكيو تخيلوا في كل الحظر المعمول في امريكا ده لكن هي برضو بتدور على مدينة الانوبيات